سنشعر هذه الأمة المباركة الطيبة التي من بعدها ستشتح على أيديها مشارك الأرض ومغاربها وسنترد طائرة السائل من أمض الشام وسنترد الكلم الشام من أمض الشام حتى نفع على أراية لا إله إلا الله نحن السمار نحن الجيش الحركة نحن المجاهدون نحن كنتما قال لا إله إلا الله نحن جباد النصر نحن الجيش الحركة نحن الجلال أرسالية التي تقاتل على أندي الأرض المباركة لا نستسلي أحدنا بداية ولكن لن نرطح إلا لأن تكون كلمة الله هي العليا ومن أرض الشام ومن أهل الشام خاصة لن نرطح أن يسود أهل الشام إلا أهل الشام بإسم الله عز وجل أيها المسلمون إننا نعلج النسير على كنابي أسد وعلى كنابي إنار إيران أي شعب الباب المباركة يا من عندكم جسع من أرض الشام مباركة أعلنوها نصرة لله ورسوله أعلنوها نصرة لله ورسوله رصاص بالمعركة فاذا لا رجنا لنا حاولي امتيار افضل من عدد ربنا رصاصا فرحبا. ايو المسلمون. ادعوكم وفين الاسم عشرين التوقف موحفة الى الديباس وريسيا. وادعوكم اسم المساعدين المساعدة سيتمسلوا بالله. ونخصم منه اننا سوف نتلقوا بالمعركة ونخصم الله. الأمر سوف نكون المباركة التي دائما تدفل البدن وتدفل الكلافين. وبشرككم بكشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما قال إنكم ستجندون اجلادا. اجلادا في اليمن. واجلادا في العراق. واجلادا في الشام. قالوا يا رسول الله سر لنا. قال عبدكم بالشام فإن آخيرة الله من بلاده يضع فيها ساخيرته من خلقه وإن شاء الله عز وجل وإن تحرم خيرة الله عز وجل في أرضه وإننا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم تقوم الأشهار ويوم تقوم الأشهار إنكم الآن وهذا ما أقول إنكم الآن لا تدافعون عن الشابي بحيث إن لا تدافعون عن الامة الإسلامية من شرطة إلى قربة وإن من تخاذل عنده وإن الله عز وجل سيخذله وإن الله عز وجل سيعقبه وإن في الدنيا وإن في الآخرة وبارك الله فيكم وإن دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بالله الرحيم قال الله تعالى اجروا خفافا وإنقالا وجاهدوا بأموالكم وإنفسكم في السبيل اجتمع الجامعة والمجاهدة والمجالس العسكرية مع الآيات الشرعية ووضع الخطة النفير العام وجوب النفير العام لأن الجهاد غدا أرض عين الاتفاق على تأسيس مكتب النفير العام للآيات الشرعية وهو مكتب مكون من كل الفصائر المجاهدة والمجالس العسكرية تأسيس غربة عمليات مشتركة لكل الفصائر السابقة الآيات الشرعية هي الجهاد الرائعة للنفير العام لدعم سائر الفصائر المجاهدة تم تأسيس صندوق الملي لدعم النفير العام يشرب عليه رجلة من خيار وجهاء وجرفاء مدينة الباب الأدية مهمتهم جمعوا تبرعات طوعية من المؤمنين تمت اتفاق بين جميع الألوية والفصائر والجماعات المجاهدة على توحيد العمل سوية في غربة عمليات المشتركة للمدينة الباب وريقها يجب على كل مسلم بارد يجب على كل مسلم بارد يجب على كل مسلم بارد عامل التوجه إلى مكتب النفير العام في الآيات الشرعية ليجاهد بنفسه وماله إن دفع العدو الصاهر هو أوجب الواجبات اليوم وكل من يتقعص عن هذا الواجب ومرتكب لتبيغة التحلّف على الجهاز. وانتره تحت قوله تعالى إلا تنفروا يعدلكم عذاباً عليماً ويستبلل قوماً غيركم. ولا تضروه شيئاً والله على كل شيء حدير. وإذا كان الرافضة قد نادوا لبك يا حسين فنحن نلادي ونقول لبك يا الله! لبك! 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 لبك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة